وعن هذا الملف ينضم إلي أمير بشارات المستشار الاقتصادي للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مساء الخير أمير قبل ما يقارب الثلاثة أعوام أطلقت ريجف برنامج عمل وخطة خاصة في بلدات المجتمع العربي ما الذي حدث بعد ذلك وصولا إلى يومنا هذا وإلى هذا القرار؟ نعم في سنة 2020 في أول مرحلة كانت فيها الوزيرة ريجف كوزيرة المواصلات والأمان على الطرق أقرت خطة شمولية تشمل 133 بلد عربية أيضا البلدات العربية في داخل المجالس الإقليمية اليهودية والبلدات الدرزية والبلدات العربية لمسح شامل لجميع مخططات المواصلات والبنية التحتية في هذه البلدات العربية وطبعا رصد ميزانية ملائمة بقيمة حوالي 20 مليار شكل لعشر سنوات ولكن مع الوقت تغيرت الوزير ريجف وأجت الوزير ميخايل وكان القرار حكومي 550 فلم يستطيعوا في فترة شهر عشرة 2021 عند إقرار 550 ما كانت الخطة جاهزة فلم يتم رصد الميزانية الكاملة لهذه الخطة وقالوا أنه بعد المسح الشامل بشهر 9 السابقة سنة 22 رح يكون في رصد هاي الميزانية طبعا سقطت الحكومي كان فيه انتخابات وكانت حكومة جديدة لما أجت ريجف الحكومة الجديدة توقعنا أنها تستثمر في هاي الخطة اللي هي بادرت لإلها في أول مرة ولكنها للأسف قامت برصد فقط 500 مليون شكل سنويا لهذه الخطة بدال 2 مليار شكل أي بمعنى أن تقليص الفجوات سيكون لأربعين سنة وهذا أي مختص اقتصادي أو حتى تغيير سياسات يقول لك أن أربعين سنة تقليص فجوات وهو فعليا يعمق الفجوات الموجودة بين المجتمعين فهي استغنت عن هاي الخطة رأينا أنها افتخرت بالـ 50 مليار شكل لوزارة المواصلات لسنوات 23-24 الأغلبية منها كمخططات كبيرة كمشارية كبيرة كانت في المستوطنات لتوصيل المستوطنات إلى المركز وإلى القدس وإلى الأماكن اليهودية هذا يدل على طبعا أولويات تختلف لهذه الحكومة عن الحكومات السابقة صحيح طب أمير إذا ما تحدثنا بشكل خاص عن موضوع تقليص الفجوات في البنة التحتية في البلدات العربية في المجتمع العربي بدون أدنى شك هو مطلب هام جدا وملح كيف يمكن الآن استيعاب هذا القرار الذي يعيق عملية سد الفجوات بل يعني يعمقها أكثر كما سمعنا منك يعني كان التوقع في الـ 2 مليار شكل سنويا أن يكون حوالي 50-60 مشروع سنويا وتخطيط 50 مشروع أيضا للسنوات القادمة إحنا اللي رح نشوفه الآن هو حوالي 15 مشروع سنويا لـ 133 بلد ممكن كمان بين الـ 133 بلد يكون فيه أولويات مختلفة للوزير الرقف اللي بحسبها أو معايير اللي هي تناسبها كمان لمكاسب سياسية فرح يكون هذا الإشي أنه فيه مشروع واحد بوادي عارة ممكن يكون واحد بالجليل وواحد في النقاب هذا لا يفي بالهدف اللي كان مطروح كان الهدف أن يكون فيه حوالي 8 مشاريع في البلدات الكبيرة مثل رهات الناصر الطيبة الطيرة سخنين عرابي وغيرها من البلدات خمسة أو أقل في البلدات الأصغر ربط الحارات الجديدة ترميم الشوارع المركزية في البلدات الشوارع التجارية الموجودة في البلدات ربط طبعا الحارات القديمة والبني التحتيز السيئة الموجودة فيها إيطاحت أكتر مواصلات عامة في هذه البلاد إيطاحت أكتر منظر عام كمان والمحلات التجارية اللي يكون أكتر كمان يفتح النفس يعني لأنه تيجي أكتر تتشرف في هذه الأماكن وكل هذا لن يكون متاح مع هذه الميزانيات التي يعني طبقت أو الميزانيات الضئيلة طيب أمير بسؤال أخير دور اللجنة القطرية دور السلطات المحلية العربية الآن وما الذي بالإمكان القيام به عمليا إحنا من تابع هذا الموضوع بشكل يومي يعني إحنا منعرف أن فيه جلسة ستكون بين إتفاعي لون اللي هي الشركة اللي أخذت على عطقة هذا المشروع أو توكلت من قبل الحكومة في هذا المشروع مع وزارة المواصلات إحنا وراها مباشرة ستكون فيه جلسة الحكم المحلي واللجنة القطرية مع الوزارة والإتفاعي لون وأيضا مع وزارة المالية إذا ما كان فيه حل لرصد أكتر ميزانيات في قانون ميزانية الدولة القادم رح نتوجه أيضا جماهيريا وكمان قضائيا وكمان في أي خطوة متاحة إلنا قانونيا لمحاولة التأثير على هذا القرار ورصد الميزانية الملائمة للبلدات العربية ونحن سنتابع معكم كل جديد جزيل الشكر لك على هذه الإضاحات والمداخلة شكرا جزيلا أمير بشرات المستشار الاقتصادي لللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية شكرا جزيلا أمير بشرات المحلية شكرا جزيلا أمير بشرات المحلية